مساء الخير هل تسألتم يوما أين أساتذة الجامعات وأين دور الجامعات أين مراكز البحوث العلمية لابد أنكم لاحظتم أن لا أثر لعلماء أو مفكرين ولا دور حقيقي لأبحاث أو دراسات لا صيت للأدباء والفنانين ولا أعمال فنية وأدبية ملفتة ولا دور لملهمين للمجتمع لا محاضرات أكاديمية لمستقلين داخل البلد ولا صوت مؤثر للمستقلين لا حداثة بل مجرد عشوائيات لقد تم إفقار وتجاهل العقول المؤهلة واستبدلوا ببطانات وأصحاب ولااءات تصنع الطواغيت وتكرس الفوضى انظروا حولكم من ستجدون يتصدر دوما المشهد عسكريون رجال آمن حزبيون انتهازيون ورجال دين يسعون مثل غيرهم للسلطة والنفوذ مناطقيون طائفيون وعنصريون سماسرة وبلاطجة نشطة مواقع التواصل ومروجو التفاهات ثم الكثير الكثير من الفوضويين ومغسولية الأدمغة الأميين والمحبطين بلد غير منتج شعب جائع ومشرد وفاسدون يرفعون راية الوطنية هذا خليط لوصفة انهيار ستستمر مع الأسف طويلا إن لم يتم تداركها خلال السنوات الماضية توقفت العشرات من المراكز العلمية الحكومية وأغلقت مراكز بحتية مستكلة والسبب أنها لا تشكل أولوية لكل الجهات وما زاد الأمر سوءا هو توقف دعم المنظمات الدولية بعض الإحصائيات التي نشرت في أوقات سابقة تشير بأن 90% من الباحثين وأساتذة الجامعات والكثير من الشباب الجامعي يفضلون الهجرة اليوم قبل الغد بطانات الفساد والسماسرة وحدهم هم من يتمسك بالبقى في البلد لم تتدمر البنية الأساسية الناشئة للبحوث فحسب بل تدمر أيضا أساس التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات التعليم العالي لا تلعب في هذه الظروف أي دور حقيقي والسبب أن لا أحد مهتم بعض الجهات تقول أن نسبة الأمية ارتفعت خلال السنوات الماضية بنحو 65% مقارنة بـ 45% قبل الحرب وهنا خشية من ارتفاع نسبة الأمية إن غاب السلام سنوات أخرى إن سمعتهم من قبل بمصطلح الطبقة الوسطى فإن هذه الطبقة المهمة لاقتصاد والاستقرار وتطور أي بلد تكاد تتلاشى كليا وعاما بعد آخر ينضم المزيد من المؤهلين علميا وذوي الخبرات والكفاءات لمعسكر الفقراء يعتقد بعض المختصين بأنه لو توقفت الحرب غدا فستبلغ كلفة إعادة الإعمار ما يقارب 100 مليار دولار وستقدر المدة الزمنية للعودة إلى وضع ما قبل الحرب فقط ما بين 10 إلى 20 سنة هذا إن رفقتها بالطبع جهود مخلصة وعمل دؤوب قائم على المؤهلات والخبرات والكفاءات وليس الولاءات فقط نقطة أخيرة تعرفون ماذا؟ الناس لم تختار هذا الواقع ولكنه فرض عليها وعندما اتقاد بلد إلى الخراب والفوضى ويقاد الناس لمزيد من اليأس يصبح العصيان واجبا وطنيا هل تعتقدون أن الولاءات أصبحت أهم من المؤهلات والكفاءات؟ شاركونا بأرأيكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل